بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام عليكم اليوم ان شاء الله فيديو جديد بعد غياب قصر يعني اختيت فيه قصد من الراحة وحتى انتو ما خليتكم تريحوا شوية من الفيديو التوعي واليوم ان شاء الله رجعت لكم بهذا الفيديو اللي فيه شربة فرنسل اللي بزاف يعني اللي يحبوا يديروها يقول لكم تتلفلنا في المقادر يعني في المقادر الاساسية سوقتو في الفرنسل رحو نشوفو مع بعض وفيه هتانا هاد الفيديو خبز في الكوشة يجي هاي اللي رح نشوفوه ساحل ما نطبوش لكم كي ما راكو تشوفو هنا كان الحال بارد بزافي في زفري من فخور نتصباح حتى تلا كوكوت تدد فيها شوية زيت وشوية تاع سمن ولا تحقدروا حتى تديرو المارغارين كان عندي هنا امتي مقصوط نتصباح الحم مع شوية من الدجاج يعني صدرتها الجج يعني شربة ما تحبش بزاف الحم نديرو غير اطرف صغيرة تكفي هاداك الحم من بعضها نقطعه شوية لانه يعني جبته من كونجيلاتور اما صدرت الدجاج اذا نقل منيح يجو في رونيوم مع هاد الافيونت وهنا نديرو لها احبات لا كورجات ولا القرعة اللي نقطعوها شربة فرميسل لبنت متسكرف جولهاش القرعة يعني قطعوها صغيرة هاد زيت تعطيكم بنا اكتر واكتر هاد يعني شربة فرميسل على الطريقة تقليدية تازمن ويعني شربة حقانية وتحب تقليه كي مارا كو تشوفو يعني نعطيها وقت منيح على نار هادية والمارا هو يعني اكوته يسخن تحب يعني عندها دي باز حطيت لها شوية الملح نحطو لها جست الففل لكحل ونحطو لها جست شوية القرفة اه اه وعندنا ففل عكري يعني اه بالنسبة للناس اللي ياكلوا الحار يقدروا يدولها شوية ففل عكري حار هادو هما بالنسبة للتوابل اللي نديروهم اه في هاد الشربة يعني ما نزيدو ما نقصو اه هنا كي مارا كو تشوفو عندي اه مقلي تخي تخي بيان ونعطيها وقت هايل في القلية من بعد نزيد لها هنا تقريبا ربطة تعالح شيش شو معها شوية النعناع يعني اللا كوريون تخلي حشيش اللي هو الدبشة ولي هو حشيش مقطفة اوزنا معها شوية النعناع الشربة هادي تحب الحشيش يعني قلت لكم نديرو تقريبا اربطة يعني خليو شوية باش في الاخين نزيدو نرموها لها وكي ما راكو تشوفو من تقلقش نقلي بالعقل ونخليها واشاك فو يعني نغطي عليها ونخليها تتقلق في غرضها نعلا وهنا قدرت لها كمشة صغيرة التالي بواشيش ولي الحميصة كمشة صغيرة هذا مكان يعني حبيبات وهنا عندي زوج حبات كبارة على طوماتيش سكرفشتهم يعني لا طوماتي فخش هنا قدرتها بالطوماتيش فريشكة كي ما شفتو سكرفشتها ومندلهاش طوماتيش كونسنترين اغطيت عليها وخليتها في نفس الوقت هندل معكم خبسة في الكوشة يجي خفيف بزاف يجي بالفارينة وفيه واحد المكون هنا كي ما راكو تشوفو عندي كاس يعني اي كاس عندكم في الدار كيلو به 3 مزور ولا 3 كيسان تاع الفارينة ولازم لازم لازم لالبنت تغرب له هاد الفارينة حطيت معهم غير فاتا قهوة بتاع الملح يعني اي مبتيت كوياخ اكافي 2 سل ورايح نزيد معهم هنا زوج مغارف كبار تاع حليب فودرة وهنا اللي ما عندهاش حليب ما كان حتى مشكلة قدرت تستقن عليه خلت هاد انه واشف وفي نفس الوقت حتمت هنا اه اه بول صغير حطيت في زوج مغارف كبار تاع خميرة الخبز انسطنطاني وحننحط معها نصف كاس ماء تقريبا تاع شوفوا قبل من هادا نصف كاس تاع الماء دافي الماء يعني لوت ياد ما لازم يكون سخون وما لازم يكون بارد نخلط هاد الخميرة معها نصف كاس بنمس الكاس اللي كيبنا به ونخلي هادو كوتي تخمر ونرجع نصف كاس وشوفوا معايا مليح وش هنزيد عليهم هنا كما شفتوا اعملت حفرة في الواسط وعندي هنا كاس نصف كاس نصف كاس نصف كاس تاع نصف كاس تاع الزيت كمية قليلة فقط وهنا حطيتلو ازرارع اللي هو ماء جنجلان محمص حطيتلو سانوج دي جاند سيزام سانوج وهنا عندي حبيد حلاوة نحطوه وش حبيته ازرارع انا حبيت هاد الخبز يكون يعني منكه من السم بهاد الحبوب وهنا يجي دور البن نحط بنصف كاس بنصف كاس بنفس الكاس اللي كينا به بالنسبة للناس اللي ما عندهمش البن نقولهم ندرو يا وقت ناتيوغ عادي ونعاود نفرغ عليه هاديك الخميرة اللي تكون تخمرت يعني في الماء الدافي وش يبقى لي يبقى لي نصف كاس تاع الماء الدافي لانه النص اللي اول درناه في الخميرة اما النص الثاني نكمل به العجينة اللي مبه العجينة يعني انتحصل على العجينة تلاسق في اليدين وهذا هو اللي يعطينا خبز طري ويجي خفيف يعني حتى في الفيرمونتاسون تاع ولا فتخمرتها وجينة سهل شوفوا البنات اللي مغير هكذا بركب يديا أعطيتكم مقادير مضبوطة بزاف يعني بالنسبة للناواشف بالنسبة للماء ما تزيدوا ما تنقصوا نغطو العجينة تاعنا ببابي فيلم هكذا باش يعني نحبس الحرارة منيح الداخل ونخليها تخمر في مكان دافي نغطيها وهنا رجعت للشربة اللي راهي منقصة ابتي في البناء تشوفوا كيفاش يعني راهي تتبان كيفاش تلبات وكيفاش تأسلت رجعت لا تزيد الماء نغطيها ونغطيها بالماء نغطيها لنعود نحركها منيح نرى صدقوني مادام تقلت منيح بنينا نغطيها ندهن يديه بالزيت ندهن يديه نضاف العجينة نضاف العجينة نضاف خبزة الأخير كما تحبون انتوما انا ما نحبوش يكون معجن بساف الخبز هادا لهذا هبطتو مني حياني نحبو يكون جوز موية وانتوما في يدكم هانا خدمت هنا الخبز الاولى وحطيتها على ظهر صينية على ظهر صينية فرشت لها ورق لاني راني ديرا سنيوة في الكوشة تكون تسخن باش مباد نحبط عليها هاد البابية كوشة اللي فيها الخبزة لانو الخبز يحب يكون يلقى ارضيها سخونة بزاف لهذا استعملوا الاستيوز تا البلاتو يكون في الكوشة يكون سخن وانتوما حبطوا ديركتما لبابيتاكم والخبزتاكم عليها على النار قاوية وبينسور تكون في وسط الكوشة يعني او مليو دي فوق هنا عندي حبات ستازيتون قطعتهم وشقتهم على الخبز تعنا باش يجينا خبز بنين ناكلوا به الشرباء وخليتو يخمر هنا الحمتاعي طاب وهنا حنكيل معاكم تشوفوا الفيرميسال شحال تحطوا دونك احكموا البنات انلو شو لغرف عمروها منح بالفيرميسال والفيرميسال لازم تشلوها منح تحت الماء باش يعني مبعدا نتخلصوا من النشال فيها باش كي نحطوها في الشرباء مبعدا يعني كي تطول شرباء متتقالش ومتوليش يعني خاترة بسف دونك هاد لاستويسي نعطيها لكم انكم تشلو منح الفيرميسال تاكم ولا ورميتها في الشرباء حت عاود فتح يعني منح في الشرباء بيان سيغرا ستعال الحار واش نقول لكم نتلقى هذيك الريحة العزيزة في الشرباء انا مايكوش عندي الحار سفابا يعني كيم على الاسبيغين كي تكون تخص لما يوجعنا رسنا دونك راس حار نتلقوه في الاخير باش ما يتلقناش بزاف الحرورة قس ما يتلقنا الريحة برك هذا مكان ونقص على شربة تاعي خليها تلبي حوالي خمس دقايق فقط هذا مكان سلمون سا منوت والفيرميسال تعني تكون طيبة يعني الفيرميسال ما فيها شروحة رحة طيب تمتم عندكم حاجة برك انكم لما طفوا عليها ما تسربوهاش ديغة كتمو خلوها تزيد تكمل طيبها في هدك يعني البخار تحر فهديك الافابيخ انا هنراني طفيت عليها لا عفوا نحن خليها خمس دقايق من بعد نطفى عليها وعاود ترجع للخب شوفوا ما شاء الله كيفاش خمر وكيفاش طلع نزلت هادك الخبزة في السنواء ودخلتها الفوق الطيب كما قدكم على ميتين درجة وشربت عناها هي طابت طفيت عليها الله الله شتوها كيفاش جات وحطيت لها لحشيش اللي كنت خليت منه شوية باش يزيد تلقي ديك الريحة واكيد اكيد لازم تعودوا تغلقوا عليها وتخلوها تزيد تكمل الطيب في بخارها الخبز هادا نوصيكم لبنات لما تجبدوه من الكوشة مباشرة نغطوه بسربيتة يعني بطرشونة لانو حيب انكم شوية يبس لولاكن غير تغطوه من باسين مينوتي وليطري وهو قدمكم وهاني قسمت الخبزة الاولى هادي الخبزة التانية شوفو كيفاش ندلها نغطيها ونخليها قسمة يعني تبرد في الطرشونة شوفو كيفاش يجي هاد الخبز انا قدكم ما حبيتوش يكون خشين مزاف ما نحبش العجينة هاديك بزاف الداخل وانتو ما في يدكم يعني يصغروا الخبزة على قسم ما حبيتو يجيكم خبز ابنين يعني مع شربة بلو قوتع الزيتون صدقوني بالفاريناس سهل كما شفتوني نطيف الشربة اممتو يعني بيد واحدة خدمتو يجي ما شاء الله تقدروا تعتمدوا هاد الوصفة وكيما قلتكم لي ما عندهاش البنت تستعمليها وكتناتش يريدها كانيا وقتحها تقيل بزاف زدلو غير قطرات ساحلي بشوفو الخبزة بعد ما حلتها وعلا شوفو كيفاش تبنتم تتلقى روحة يعني حوالي من باسة منت تتلقى روحة بتتحصلوا على هاد الخبز شاهدكم فيه ان شاء الله حقكم في الجنة هاي البنين سربينا هلاشية مع شريبة شربة فيرميسال اللي شهيتكم فيها اعطيتها لكم بمقادر حيلة في نفس الوقت زدرت بورك بورك غير بالبطاطا والفخوماج ودخلو شوية الزيتون تانا يعني باش نجوزوا به الشربة وكان هدا هو عشانا اليوم انتمينا ان شاء الله انكم تكونوا فهمتوا منيح الوصفاتين يحتيتهم لكم نقولكم تهلافين وحتكم على بخوش ان شاء الله ميليسات لكم مني تحيتي ونسلم عليكم بوسكم بوس كبيرة سلام سلام